هو الزواج أنا أعتبره عبارة عن تضحيات يعني الحب ما هو أنك تلاقي الشخص المناسب الحب هو أنك تكون أنت الشخص المناسب لمن أحببت تتنازل عن الأشياء اللي يكرهها وتتغير إلى الأشياء اللي يحبها يعني الموضوع مشاهدين ما هو موضوع يقبلني كما أنا لا هو قبلك ولكن بعض صفاتك ما تقبلها البعض ممكن يسأل أنه هل يدوم الحب إلى الأبد؟ أنا باعتقادي بأنه يدوم ولكنه يتحول إلى أشياء ثانية مثل المودة والعشرة والألفة والاحترام مثل التعود أنك تكون تجلس على سفرة الطعام بدون لمة من تحب صعبة الحب الحقيقي ما هو عبارة عن مجرد شعور هو التزام وقرار أنك تهتم وتدعم وتوقف بجانب شريكك بالحلوة والمرة هو التفاهم الغفران التوقف عن الزلة وتعاير طوال الوقت هو التجاوز اللي يثبت أن الحب ما ينقص مع مرور الوقت من أكثر الأخطاء اللي تقع فيها المرأة أو شريك الحياة أنه يعتبر الزواج أنه صار من المسلمات يفقد شغف محاولة الإبهار مثل البدايات يعني مثل اللي يحط الحطب مرة واحدة في نار الموقدة من المفترض أنك أنت تغذي هذه الموقدة شوية شوية علشان تستمر اللي هي بالحب ولدة العشرة صح ولا لا؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر